موسيقى مساء الخير مشاهدي العربية وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليال اختيار أستهلها بأبرز العنوان جبهة خيرسون بين تأكيد روسي ونفي أوكراني وبوتين يعلن حالة الحرب في المناطق الأوكرانية التي ضمها مؤخرا القمع المميت للاحتجاجات في إيران يوسع الشرخ بين طهران وأوروبا مزيد من العقبات وتغطية على الاتفاق النووي عبر العربية بورال يعتذر عن سوء فهم تصرحاته حول حديقة أوروبا وأدغى للعالم أعلام إسرائيلية يكشف عن نية فصيل من طالبان التودد إلى تل أبيب وإقامة علاقات سرية معها بعدما حثت في وقت سابق اليوم سكان مدينة خيرسون على إخلائها أعلنت السلطات الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية بدأت لقتحام خيرسون مشيرة إلى تصديها لمحاولة الاقتحام الأولى أما كييف نفت قصفها لخيرسون أو أي هجوم وفق التصريحات الروسية مشيرة إلى أنها محض دعاية وعلى الجهة المقابلة من الحدود الأوكرانية الروسية حيث تتعرض ضواحي بالجورد لقذائف صاروخية ومدفعية أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من هذه المنطقة في خيرسون إذن تطورات ميدانية متسارعة تشهدها المنطقة بالتزامن مع عمليات الإجلاء السلمي التي تقوم بها موسكو في المناطق الواقعة في المقاطعة التي تتعرض للقصف الأوكراني المستمر حيث أشارت الدفاع الروسية إلى أن عملية إجلاء السكان بدأت بالفعل لنقل المدنيين من جنوب نهر نيبرو إلى الضفة الشمالية كما أكدت في نفس الوقت أنها قامت بإسقاط خمسة صواريخ أوكرانية في مقاطعة خيرسون تزامنا مع تشكيل حجد عسكري أوكراني في نيكولايف وكريفويروغ الدفاع الروسية أكدت أيضا بأن الجيش الأوكراني قام بقصف كل الجسور المؤدية للضفة الشمالية من نهر نيبرو بصواريخ هايمارس الأمريكية وخاصة بعض الجسور هذا وقد وصلت كاميرا العربية مدينة بيلغورود الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية وتعاني هذه المدينة خلال الفترة الأخيرة من سقوط عدد من الصواريخ على مناطق مختلفة فيها أبرزها طالت محطات كهربائية وخزان للوقود وسكك للقطارات وعدد من الأبنية السكنية ندخل الآن مدينة بيلغورود المتاخمة لمقاطعة خاركف الأوكرانية والتي تحولت فجأة إلى بؤرة مشتعلة في زمن الحرب التقارير الواردة من هناك تتحدث عن سوء الأوضاع في المدينة وضواحيها خاصة أن الضربات الصاروخية تطالت عدة مرافق حيوية في البنية التحتية أبرزها محطات توليد الكهرباء هذا هو مركز مدينة بيلغورود وقد غدت شبه ثكنة عسكرية خلال هذه الفترة المدارس مغلقة بالكامل وحركة نزوح تنشط نحو الداخل الروسي إلى مناطق أكثر أمانا قلق كبير يسد أجواء المدينة الشارع يخلو من عنصر الشباب والمحل التجارية شبه خاوية تقريبا وبين الفينة والأخرى تسمع دويا فجارات في سماء المدينة بسبب عمل أنظمة الدفاع الجوي وصيدها لصواريخ أوكرانية حسب رواية السلطات أنباء تتحدث عن تجاوز عدد القذائف قبل أيام حاجز المئة عبدالجواد الرشد العربية بيلغراد ينضم إلينا مشاهدين من كييف حذيفة عدد المراسل العربية ومن بيلغورد جنوب غرب روسيا عبدالجواد الرشد أيضا مراسل العربية سأبدأ معك حذيفة بدأت أهالي كييف بالاستعداد لهجوم نووي روسي محتمل ما هي الاستعدادات؟ كيف يتحضر السكان لذلك؟ ولماذا يأخذ على محمل الجد في هذه النقطة أو في هذا الوقت بالذات؟ نعم تحياتي يا ليال طبعا في الحقيقة المواطنين الأوكرانيين يستمدون تخوفاتهم من تصريحات المسؤولين الأوكرانيين استمعوا إلى الرئيس فلاديمير زيليسكي في أكثر من مناسبة وهو يؤكد أو يقول أن الاحتمال كبير أن يستخدم الروس أسلحة نووية حتى ولو تكتيكية في الأراضي الأوكرانية كذلك مستشار الرئيس مخايل بودلاك الذي تحدث عن احتمالية كهذه وعدد من المسؤولين الأوكرانيين تحدثوا عن هذا الأمر لذلك هناك تخوف كبير من المواطنين من استخدام مثل هذه الأسلحة أيضا التقارير الغربية التي تحدثت وحتى الصحف العالمية تحدثت عن هذه الاحتمالية وأنها احتمالية ليست مستبعدة ولكن طبعا هنا لا يدعيني أقول أن ليس جميع المواطنين يعتقدون أن هذا احتمال كبير يعتقدون أنه يعني الجزء كبير من المواطنين يعتقد أن هذا الاحتمال مستبعد ولكن عليهم أن يستعدوا لمثل هذا الأمر طبعا يستعدوا هم ليس لديهم ملاجئ يعني مناسبة للحماية أو للاحتمال من الإشعاع ولكن هم الآن يعملون على تخزين مثلا المياه في قبوة المنزل يعملون على الحصول على عقار يوديد البوتاسيوم الضروري لاستخدامه في حالة حدوث انفجار في أي بقعة في الأراضي الأوكرانية حتى وإن كنت بعيدا عنها لأنه في ذلك اليوم لا أحد يستطيع أن يتنبأ باتجاه الرياح لذلك على أي مواطن في الأراضي الأوكرانية أن يتناول هذا العقار مباشرة بعد ذلك إذا تم الإعلان عن أن الإشعاع يتجه في اتجاه مدينة معينة على المواطنين في هذه المدينة أن يتناولوا جرعة ثانية هذا العقار الآن تم منع بيعه بشكل مباشر في الصيدليات وفقط عن طريق طبعا تقديم طلب إلكتروني حذيفة اسمح لي أن أنتقل إلى عبد الجواد الرشد عبد الجواد كيف هي الصورة من بلغورد كنت تنقل في التقرير الذي عرضناه كيف هو الوضع كيف تحولت إلى ثكنة عسكرية وماذا عن جبهة خرسون والمناطق الأربعة التي أعلنت فيها حالة الحرب نعم بالفعل أزمة مع الشبكة الكهربائية في مدينة بلغورد نعم بالفعل نحن أيضا نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء لا يمكننا شحن بطاريات الإضاءة والكاميرا بالشكل المناسب بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بالفعل هي أزمة كبيرة تعاني منها الآن مدينة بلغورد وضواحيها بعد الانفجار الذي حدث في محطة يوجنا المصادر الرسمية تحدثت عن أن سبب هذا الانفجار هو الجهد العالي والضغط الكبير على استخدام هذه المحطة باعتبار أن بعض المحطات في المدينة خرجت عن الخدمة بعد تلقيها لصواريخ من قبل القوات الأوكرانية حسب رواية سلطات المدينة طبعا المدينة الآن تغرق بظلام كاحل هذا الظلام طبعا ضرب المناطق الغربية والمناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية معظم الناس مستاؤونة من الوضع في المدينة قلق في الشارع طبعا نلاحظ بأن مسيرة وخروج السكان والرحلات التي تنقل المواطنين من المدينة نحو العمق والداخل الروسي إلى مناطق أكثر ماذا عن خيرسون عبدالجوار؟ أصبحت تزداد المحالة التجارية مولقا نعم بالفعل قضية خيرسون على ما يبدو أنها هي المعركة الأكبر الجميع منذ نحو ستة أشهر كانت تتحدث عن ماريوبل بأنها أم المعارك لكن على ما يبدو أن معركة خيرسون ستسحب هذا اللقب من ماريوبل القوات الروسية كما الأوكرانية تقوم بالتحضير والاستعداد قامت بالبدء بعملية نقل المواطنين نحو الغرب من جهة نهر دنيبر أيضا الاستعدادات وحشد القوات والمعدات العسكرية الثقيلة تدعمها طبعا قذفات الصواريخ من البحر الأسود وعلى ما يبدو أن الحديث سيدور حول أسلحة استراتيجية باعتبار أن موسكو أخذت غيار إجلاء عدد كبير من المواطنين من تلك المواطنين نعم وانتقلت من العملية الخاصة إلى مرحلة أعلان الحرب شكرا لكم مراسلي العربية هزيفة عادل من كييف وعبد جواد الرشد من جنوب غرب روسيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في المناطق الأربع التي ضمنتها روسيا إليها ووجه الحكومة بتشكيل مجلس تنسيقي مع الأقاليم ومنح حكام الأقاليم المنضمة لروسيا صلاحيات أكبر لدعم العملية العسكرية الروسية وقال بوتين أن الخطوات التي اتخذها ستزيد استقرار الاقتصاد والصناعة وزيادة الانتاج في دعم الجهد العسكري وأشار إلى أن قراره جاء بعد رفض كييف لمساعي السلام ووقوفها وراء تفجير جسر القرن وأنه يعمل على حل مساء المعقدة لضمان مستقبل روسيا وحماية سكانها أوكرانيا رفضت الاعتراف بإرادة سكان المناطق التي انضمت لروسيا وهذه المناطق أصبحت ضمن القانون العسكري ولذلك تم التوقيع على فرض الوضع العسكري والأحكام العرفية في هذه المناطق الأربعة وأضحى من الضروري منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية وعلى المسؤولين العمل على حماية سكان المناطق بكافة الطرق المتاحة وهناك مستويات مختلفة للرد على المخاطر التي تتعرض إليها الأراضي الروسية وقادة المناطق سيتعاملون مع المخاطر بالشكل المناسب ينضم إلينا من موسكو ديمتري بريجي المحلل السياسي أستاذ ديمتري الانتقال من العملية الخاصة بهذه المناطق إلى إعلان الحرب يعني تغيير بالتكتيك على الأرض يعني استخدام أكثر للأسلحة النوعية والاستراتيجية ويعني أيضا توسيع نطاق المعركة عبر استخدام عناصر أكثر هل ممكن أن يغير ذلك على الأرض؟ هل ممكن أن يحدث توازن مع الدعم الغربي لكياف؟ مساء الخير بكل تأكيد الآن الرئيس الروس بلاديمير بوتين بوضع الأحكام العرفية في هذه المناطق الأربعة هي مقاطعة دونباس، زفاروجيا وخيرسون هو يحاول الآن أن يؤمن هذه المناطق من الهجوم الأوكراني لأننا نعرف بأن في الأيام القليلة الماضية ازداد عدد المحاولات الأوكرانية لكسر خط المواجهة في هذه المناطق الطرف الأوكراني يستهدف هذه المناطق ويحاول أن يسيطر عليها خصوصا في منطقة خيرسون كون القوات الأوكرانية استطاعت تقدم في عدد محاور في خيرسون وأيضا في زفاروجيا ولذلك الآن الرئيس الروس بلاديمير بوتين يحاول أن يجهز كافة القوادر الموجودة في هذه المناطق لتصدي للهجوم الأوكراني كون نعرف بأن بعد اضمام هذه المناطق للاتحاد الروسي بات من الواضح بأن على روسيا تأمين هذه المناطق من الهجوم الأوكراني ولذلك بوتين الآن في بدء من هذه القوانين يحاول الآن القول للطرف الأوكراني بأن هذه المناطق بات جزءا من روسيا وروسيا تستطيع تأمينها ولذلك الآن يحاول زيادة تأمين أو الأمن في هذه المناطق أستاذ دمت هناك بعض التقارير التي تتحدث أيضا عن الانتقال من عملية التعبئة الجزئية داخل روسيا إلى عملية التعبئة العامة هل ممكن أن يذهب بوتين إلى هذه الخطوة وهل ممكن أن يفتح الباب الانتقال إلى مرحلة الحرب لاستخدام الأسلحة التكتيكية النووية لا أعتقد بأن في الوقت الحالي يمكن الحديث عن التعبئة العامة على الأراضي الروسية حتى في التعبئة الجزئية وقعت أخطاء اعترف بها الكريملين وسببت مشاكل في عدة مناطق في جمهورية داغستان وغيرها من المناطق في روسيا بسبب أخطاء التعبئة الجزئية كون نعرف بأن تم دعوة مواطنين لم يكن لهم صلة بالتعبئة الجزئية والدعوة ولذلك لا أعتقد بأن في الوضع الحالي يمكن الحديث عن التعبئة العامة على الأراضي الروسية الرئيس الروسي بلديمير بوتين نفى ذلك وقال بأن هدف الآن زيادة عدد أفراد القوات الروسية بالجنود الذين تم تدريبهم في الجيش ومروا بالخبرة العسكرية ولذلك لا أعتقد بأن في الوقت الحالي التعبئة العامة قد تفيد الجيش الروسي في المعارك ضد القوات الأوكرانية أما بميخص موضوع استعمال السلاح النووي فإنهاء استعمال السلاح النووي قد تضطر روسيا باستعماله إذا هاجم الطرف الأوكراني العاصمة الروسية موسكو وبالتالي الدفاع عن الأمن القومي الروسي أو الكريملين فبذلك روسيا تضطر الاستعمال السلاح النووي ردا على الهجوم الأوكراني شكرا لك أستاذ ديمتري بريتجي المحل السياسي حدثتنا من موسكو تحديات وأهداف استراتيجية جديدة ستخدها طهران الحليف الأكبر لروسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 مدربين ومستشارين عسكريين تكتيكيين تابعين للحرس الثوري الإيراني تم إرسالهم إلى القرم التي تحولت لبؤرة ساخنة ومركزا مهما للحرب الدائرة في أوكرانيا وفق مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن إيران أرسلت العشرات من العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني المصنف على قائمة المنظمات الإرهابية لتدريب الجيش الروسي على استخدام الطائرات بدون طيار كنوع شاهد ومهاجر ستة الإيرانية الصنع التي تم تزويد موسكو بها مؤخرا تحرك طهران الجديد يكشف حجم التورط العميق للنظام الإيراني في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية من خلال تقديم الدعم العسكري والمشورة الحربية خصوصا وأن هذه المسيرات أصبح سلاحا مهما بالنسبة لروسيا التي نفذت معظم ضرباتها ضد منشآت الطاقة النووية الأوكرانية والبنية التحتية من خلالها وفق كياف إمداد إيران لروسيا بالسلاح إن دل على شيء فهو مؤشر على فعالية العقوبات الغربية التي ساهمت في عزل موسكو عن الأسواق الدولية وفقا لخبراء حرب غربيين وهو ما دفعها للجوء إلى إيران لسد النقص في العتاد الحربي الذي يعاني منه الجيش الروسي في الآوينة الأخيرة بعد أن تكبد خسائر كبيرة في الميدان والأخيرة لم تتوانى أبدا في تلبية النداء الروسي في إيران مشاهدين ولرفضها ترديد نشيد النظام تعرضت فداد تبلغ من العمر ستة عشر عاما للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن بمدينة أردبيل شمال غربي البلاد ووفقا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين توفيت الطالبة إسراء بناهي إسراء مداهمة قوات الأمن مدرسة الشاهد الثانوية للبنات وطلبوا منهم ترديد نشيد يوشيد بالخامنئي وبعد مقاومة الطالبات ورفضهن أداء النشيد تعرضن للهجوم من قبل قوات الأمن التي ضربت العديد منهن استراتيجية جديدة يعتمدها النظام الإيراني لقمع المظاهرات التي تشهدها المنطقة الكردية الغربية منذ أسابيع ضباط بلباس مدني ومراقبة رقمية لمنصات التواصل الاجتماعي وحملة قمع مميتة ودموية يشنها النظام الإيراني ضد المشاركين في الاحتجاجات المندلعة منذ وفاة مهسى أميني حيث تكثف السلطات الإيرانية حملتها القمعية للاحتجاجات في محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية القمع الإيراني للمظاهرات أدى لمقتل ثلاثين شخصا على الأقل في المحافظات الثلاث منذ اندلاع الاحتجاجات وفق شبكة كردستان لحقوق الإنسان الاحتجاجات في إيران لم تؤثر فقط على النظام داخليا لبل امتد تأثيرها إلى الخارج أيضا حيث وصلت إلى طاولة المفاوضات النووية بين طهران والغرب وزادت من الشرخ بينهما إذ يبدو أن قناعة قوية بدأت تتشكل لدى الإيرانيين حول مصير الاتفاق النووي حيث يسود اعتقاد بأن الاتفاق النووي أصبح جزءا من الماضي الذي لن يعود بسبب التطورات الكثيرة والخلافات المتصاعدة بين إيران من جهة والدول الأوروبية والغربية من جهة أخرى صحف إيرانية موالية للنظام أقرت واعترفت بالفشل وازدياد الشرخ مع الغرب بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي كصحيفة أترك التي عنونت بالخط العريض إن كشف مصير المفاوضات لم يعد هناك اتفاق نووي كما عنونت صحيفة أرماني مروز في أحد مقالاتها وكتبت أوروبا تفقد الأمل تجاه إيران ومن أسباب هذه القناعة القوية لدى الإيرانيين بطبيعة الحال هي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر إذ قوبلت بقمع شديد من قبل النظام مما دفع بالدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على نظام طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وعكست صحيفة سياسات رؤوز الأصولية هذا التوتر في العلاقات بين إيران والدول الغربية وعنونت في صفحتها الأولى من القول أمريكا تكشف النقاب عن وجهها وتطعن بالاتفاق حذف كامل للمفاوضات النووية ودعم للاحتجاجات فيما أكدت مصادر أوروبية عن خطط لفرض مزيد من العقوبات على طهران مزيد من العقوبات على نظام طهران مزيد من العقوبات على نظام طهران مزيد من العقوبات على نظام طهران نقلت رويترز عن مستشار خامنئي على أكبر ولايتي قوله إنه يجب إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لتسهيل التقارب بين البلدين وقال ولايتي في التصريحات التي نقلتها رويترز إن إيران دولة جارة للسعودية ويجب أن نتعايش وفتح السفارات سيحل المشاكل بين البلدين بطريقة أفضل على حد قوله بالعودة إلى موضوع الاحتجاجات في إيران مشاهدنا وتأثيرها على الاتفاق النووي الإيراني سينضم إلينا من نيويورك عبر سكايب علي رضا جعفر زادا نائب رئيس ممثلية مجلس المقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة أستاذ علي هناك فصل بين موضوع الاتفاق النووي وبين موضوع الاحتجاجات الإيرانية ولكن موضوع الحقوق والحريات هي من الشعارات الأساسية التي دائما الديمقراطيين ما يحملونها في حملاتهم الانتخابية وبالتالي هل هذا الشعار وهل هذه القضية ضغطت أكثر على الديمقراطيين لترحيل الاتفاق إلى مبعد الانتخابات النصفية أعتقد الآن ومع هذه الاحتجاجات التي مر عليها ما يزيد عن خمسة أسابيع والناس ينشدون الموت للدكتاتور الموت لخمنيف ويرغبون بالإطاحة بهذا النظام فقد تم نبذه في كل مكان من قبل السواد الأعظم في إيران الآن الحديث عن مسألة الاتفاق النووي قد لا تكون ضربا من السخافة فقط بل مسألة غير أخلاقية فهي سوف تضع أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب الفئة الدكتاتورية لأن شرعانة هذا النظام الإيراني سوف تكون مرفوضة من الشعب الإيراني الذي قام بصب الموارد كلها وإذا ما حصل على هذه المليارات سوف يستخدمها لقتل المزيد من الإيرانيين من الشباب والأطفال وكافة قطاعات المجتمع أعتقد سواء كانوا من الديمقراطيين أو الجمهوريين أستاذ علي يعني الديمقراطيين دائما ما كانوا يقولون بأن سياسة الضغط الأقصى لم تنفع مع إيران اليوم مع كل ما يحصل على الأرض على ما يبدو أن هناك إعادة نظر بهذا الموضوع هل يمكن أن يراهن اليوم المشرعين والإدارة على تنازلات ممكن أن يقدمها الجانب الإيراني أكثر وسط الضغوط الداخلية التي يتعرض لها مقابل الإفراج عن بعض الأموال مما سيعنيه تغيير بالوضع الاقتصادي الداخلي كلا لا أعتقد أن أي شيء للعالم يمكن أن يفعله لإبقاء هذا النظام على قيد الحياة هذه المسألة لا يعود عمرها إلى شهر أو شهرين نعلم أن إيران الآن تعيش على حفة ثورة كبرى في إيران وفي كافة الأقاليم الواحدة وثلاثين إذا ما كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي فلابد لهذا الحزب أن يقرر أين سوف يقف هل سوف يقف إلى جانب الشعب أم إلى جانب الدكتاتور بالنسبة للجمهوريين والديمقراطيين يجب عليهم التركيز في الفترة الحالية على الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام والاعتراف بحق الشعب في الدفاع عن نفسه وفعل كل شيء من أجل ضغط هذا النظام كافة السفارات الإيرانية يجب أغلاقها ولابد من طرد كافة الدبلوماسيين من جميع المنظمات الدولية والمؤسسات بنفس الطريقة التي تمت معاملتها معاملت جانب أفريقيا في كافة إنحاء العالم هذا ما يجب فعله الآن شكرا لك أستاذ علي رضا جعفر زادة نائب رئيس ممثلية مجلس المقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة مشاهدين سنتابع وإياكم هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لتظاهرات إيرانية في دوان شاء في محافظة كرمن شاء إذن مظاهرات في مدينة جوان شير في محافظة كرمن شاء بكردستان إيران التسعى مستمرة وفيها بعد قليل بفرض إيديولوجيتها ميليشيات الحوثي تغير المناهج الدراسية في مناطق استيلائها باليمن أهلا بكم من جديد في تصريحات للعربية عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسف للعالم بعد إطلاقه التصريحات الأخيرة التي وصف فيها أوروبا بالحديقة وبقية العالم بالغابة أولا وقبل كل شيء أود التأسف للذين جرحهم كلامي كنت أحدث الطلبة بأن على الأوروبيين الدخول في حوارات مع الآخرين في أنحاء العالم نحن الأوروبيين شهدنا قرونا من الحروب فيما بيننا لكن عشنا بسلام في العقود السبع الأخيرة وبذلك أصبحت أوروبا أرض السلام وهو السبب الذي يجعلنا نشعر اليوم بالخوف بعد انفجار الحرب في أوكرانيا آسف جدا لسوء فهم عبارتي فأنا عكس ما قيل عني إطلاقا لست عنصريا عباراتي لا تعني عنصرا بحد ذاته وإنما تعني النظام الدولي برمته والقائم على القانون جوزي بوريل في مقابلته مع العربية أكد أن الاتحاد سيفرض عقوبات إضافية على إيران على خلفية تزويدها روسيا بمسيرات تستخدمها في هجومها على أوكرانيا أيضا نحن نظرة على أكثر من المنزلة وهنا نظر على المنزلة في المنزلة بعد Goddess's death of this young lady demonstrators have been taking the street in several countries in several cities of the country a lot of people have been losing their lives the repression has been very tough we have approved sanctions on the last European Union for Una picante of the first council against the responsible for this repression والنصب على محتموق بضع أخرى يمتلك الاجتماعي بإيجادة من أجنب المشاكل على بوم الضوء من الأجنب الأكتب من الساحة مقابلات المشاكل محتملوا لديك بلادية الأكتب الأجنب المشاكل لتحضر بإجهاد من الشعور للضغط الأجنب وهذا يجعلنانا أن نقوم إمتلك الوحيد للإمكاني لإمكاني لإمكاني حمل لإمكاني المشاكل التي ستعاملتها من الكنسل عندما سنقوم بعمل عملهم الآن كشفت تقارير إسرائيلية أن بعض من مسؤولي طالبان يميلون لإقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل ما خلق انقساما في حكومة الحركة الرافضة منذ البداية أي تواصل مع تل أبيب زابلون سيمينتوف آخر اليهود في أفغانستان غدر كابل في سبتمبر 2021 بعد استلاء طالبان على السلطة الخوف من طالبان لم يسيطر على سيمينتوف فحسب بل انتاب إسرائيل كلها إلا أن تقارير إسرائيلية جديدة تقول العكس وفق قناة I24 News فإن فصيلا في طالبان أبدى رغبته بإقامة علاقات مع إسرائيل وهو موقف مفاجئ مسؤول في الحكومة الأفغانية السابقة والتي أجرت محادثات مع طالبان أكد أن هناك توجها غير رسمي بين فصيل مكون من 200 مسؤول في طالبان لتوطيل العلاقات مع إسرائيل أفغانستان مهتمة بإقامة علاقة سرية الهدف النهائي لهذا الجهد من داخل طالبان وهو التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين الانسحاب الأمريكي أوصل الحركة إلى السلطة والسيطرة على البلاد مرة ثانية وهي بأمس الحاجة إلى نسج علاقات جديدة لتقوية موقفها الضعيف إلا أنها دوما ما كانت تستثني إسرائيل هذه المطالبة أظهرت وجود انقسام داخل الحركة حول التعاطي مع إسرائيل فهناك من يقول إنه مستعد للتحالف مع المريخ وليس إسرائيل فقط من أجل أفغانستان وهناك من يستمر على نهج الحركة الرافض التعاطي مع أمريكا وحلفائها طالبان سعت لإقامة علاقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم لكنها استبعدت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تل أبيب لم تعلق رسميا على التقارير الإسرائيلية وعلى العلاقات مع طرف في حركة طالبان والأخيرة ترفض حتى التعليق على الموضوع لكن طالبان في السلطة اليوم ليست هي الحركة ذاتها التي تسلمت الحكم سابقا وتم إسقاطها بعد أحداث سبتمبر إيفا عمر العربية ينضم إلينا مشاهدين من كابل نذر بيان المحلل السياسي ولكن عبر الهاتف أستاذ نذر التقارير التي تتحدث عن علاقات سرية إسرائيلية أفغانية هي ليست بالجديدة هي منذ الثمانينيات ولكن مع طالبان بالذات ظهرت في العام 1996 عبر تواصل فتح قنوات سرية استخباراتية مع طالبان بسبب اهتمام إسرائيلي بتطويق هذه المنطقة وبإقامة علاقات خوفا من تطور الإيراني هناك هل اليوم ما يحصل؟ هل ممكن أن يفك العزلة عن طالبان؟ تحية لكم ورسادة المشاهدين أنا لا أعتقد بأن طالبان وصلوا إلى هذه الدرجة من البراجماتية أن تقبلوا مثل هذه العلاقات سواء كانت هذه العلاقات سرية أو أعلنية أنا قرأت التقرير التي تم نشرها من قبل قناة آي 24 الإسرائيلية التي هي طبعا قناة تعمل وظن جندتها لتبيض صورة إسرائيل في العالم وهذا التقرير تقول أنه مسؤول حكومي سابق نعم يعني فيها شيء من الغموب في هذا التقرير أنه لم يوضح الموضوع بصورة واضحة ولكن أشارت هذا طبيعي أن لا يوضح من هو المسؤول واسمه وأننا حدث عن فتح قنوات تواصل استخباراتية سرية ولكن هو تسريب دائما ما التسريبات تستبق كل حدث ممكن أن يحصل اليوم طالبان بمرحلة عزلة دولية اليوم طالبان بمرحلة انهيار اقتصادي في الداخل تجميد للأموال وبالتالي هي بحاجة لشيء يفتح لها المتنفس على العالم هل ممكن أن تكون إقامة هذه القنوات ما دونها ثمن اقتصادي أن أفغانستان دائما تحكم أفغانستان حكومات محافظة وهي المجتمع محافظ أساسا ولا أعتقد أنها ربما تكون قد تكون إشارات بعيدة من بعد ولكن لا أعتقد أن تستطيع الطالبان أن تفتح هذه العلاقات حتى بصورة جزئية فربما هناك شخص حاول أن تثير هذا الموضوع وإثارة هذا الموضوع تفيد إسرائيل أكثر من طالبان طالبان لديهم مشكلة كبيرة مع الجماعات الموجودة ولا أعتقد حتى فتح العلاقات مع الدول الغربية تصعب على طالبان فما بالك بأن تفتح علاقات مع إسرائيل أنا لا أعتقد أن هذا الموضوع يكون موضوع عملي ولكن سنرى في المستقبل على كل حال أي فتح علاقات جديدة ما دونها ثمن إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد شكرا لك أستاذ نذر بيان المحلل السياسي حدثتنا من كابل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم غير المسبوقة في الولايات المتحدة دعا عدد من الجمهوريين إلى مراجعة دعم إدارة رئيس بايدن لأوكرانيا والتي وصفت بأنها شاك على بيان فيما كشفت استطلاعات أولية عن تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين بأكثر من نقطتين مئويتين للفوز بالكونغرس خلال الانتخابات النصفية القادمة أخبار غير سارة تنتظر أوكرانيا في حال فوز الجمهوريين المتوقع في مجلس النواب فقد توعد أن نائب كيفين مكاثي بتقليص الدعم الأمريكي لكييف وسط مخاوف حقيقية من دخول البلاد فيك ساد اقتصادي وارتفاع غير مسبوق لنسب التضخم من المهم التذكير أن الميزانية يتم مراجعتها في ديسمبر والديمقراطيون يسيطرون على المجلسين لذا يمكن لهم أن يمرر الميزانية دون دعم الجمهوريين الجمهوريون الذين يتبعون أجندة ترامب وشعاره أمريكا أولاً قد لا يجدون الدعم الكافي في مجلس النواب من باقي الجمهوريين المعايدين لروسيا والمؤيدين لاستمرار الدعم لأوكرانيا فالمعارضة الأساسية هي ضد الانفاق الحكومي الذي أدى إلى التضخم نشكر قادة الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب على جهودهم في محاسبة بوتين ودعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد جرائم روسيا ونحن على اتصال مع الكونغرس ونناقش موضوع الدعم ولا أريد استباق الأحداث حال فاز الجمهوريون بمجلس النواب أجهز الكونغرس حتى الآن 40 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية بمبادرات الديمقراطيين عارضها 11 جمهوريا في مجلس الشيوخ و57 نائبا في مجلس النواب الديمقراطيون يرون بأن تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا وضمن حالة الاستفاف ضد روسيا لحماية الديمقراطية في أوروبا ومصالح حلف شمال الأطلسي بينما يرى الجمهوريون أن الوقت قد حال لمراجعة الانفاق العام الذي أدى إلى نتائج اقتصادية كارثية وتقديم شكات على بياد لأوكرانيا كما يقولون ناديا البلبيسة العربية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد في ديسمبر وأكد أن أمريكا تحتاج إلى زيادة إنتاجها من النفط دون تأخير today i'm announcing three critical steps that my administration will take to reduce gas prices at the pump first the department of energy released another 15 million barrels from the strategic petroleum reserve extending our previously announced release through the month of december independent analysis they excuse me independent analysts have confirmed that drawdowns on reserve so far have played a big role in bringing down oil prices ونحن نتعلمهم لذلك سننبت أن نستخدم لإستخدام هذا المعارض الآن قالت روزي ديازا الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم إن رفض الحوثيين لتمديد الهدنة في اليمن يعرض فرصة السلام للخطر وأضفت على تويتر بأنه حان الوقت لقيادات الحوثيين لتواصل بشكل مناء مع الأمم المتحدة داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي تصعيد ومعتبرة أن هذه أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب وهذا ما يستحقه الشعب اليمنى على حد قولها ديازا أشارت إلى أن رفض الحوثيين اقتراح تمديد الهدنة في اليمن يهدد فرصة السلام مؤكدة أنه منذ أيبريل الماضي عاش اليمنيون بأمن أكبر وسافروا بحرية وتدفق النفط إلى الحديدة كشفت مصادر مقربة من مجلس الرئاسة اليمنية عن تشكيل فريق حكومي جديد لتفاوض مع ميليشيات الحوثي برئاسة وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك وأوضحت المصادر أن فريق التفاوض الجديد يتكون من تسعة أعضاء مناصفة بين الشمال والجنوب ويمثل مختلف المكونات المنضوية تحت إطار مجلس القيادة الرئاسي ومن أبرز المفاوضين الذين تم إقرارهم في التشكيل الجديدة وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي والنائب البرلماني علي عشال والقياديين في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي والقياد في المقاومة الوطنية عبد الله أبو حورية من خرق لوقف إطلاق النار مرورا بالقتل وخطف المدنيين وصولا لفرض إديولوجيات معينة على المدارس وغيرها من عشرات الانتهاكات تسجل وتوثق باسم ميليشيات الحوثي في اليمن هذه الميليشيات وفي أحدث انتهاكاتها أقدمت على فرض تغيير شامل للمناهج الدراسية وفرضت امتحانات وزارية للتأكد من تدريس منهجها الطائفي والإديولوجي وقالت مصادر تربوية أن الميليشيات أقرت تغيير كتب التربية الإسلامية والاجتماعية والوطنية والجغرافية والتاريخ واللغة العربية بشكل مفاجئ وألغت مواد عن قادة أساسيين وسياسيين وشعراء كبار كالدكتور عبد العزيز المقالح والشاعر عبدالله البردون وأدخلت شخصيات وأسماء من قادتها وعناصر ميليشياتها وفرضت امتحانات وزارية بدءا من الصف السادس وحتى الثالث الثانوي كما أبلغت الميليشيات مدراء المدارس تحت تهديد السلاح بتغيير الكتب المحددة بالطبع الجديدة وألغت إجازة الخميس لزعمها بأن ذلك يحقق تقدما في المنهج الجديد في مناطق سيطرتها هذا وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثيلات تتوقف عن زرع الألغام وسلب اليمنيين ممتلكاتهم وأراضيهم تحت ضغط السلاح انتهاكات تنقل صورة المعاناة في مناطق سيطرة الميليشيات عكس مناطق الحكومة الشرعية التي تشهد استقرارا أمنيا كبيرا كما في بعض المناطق طبعا الأمن مستقر ولله الحمد محافظة حضرموت تحظى باهتمام كبير من القيادة ومن السلطة المحلية وأمن حضرموت يعتمد أيضا على بناء حضرموت على شعب حضرموت الأمن مستقر ومستتب مقارنة بالمحافظات الأخرى لدينا بعض المنغصات نعمل على العمل فيها قدموا الكثير دول مجلس التعاون ونحن شكرناهم الحقيقة ولا نستطيع أن نفيهم حقهم في الشكر جنبا إلى جنب معنا من مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين مملكة البحرين شبح الجوع ونعدام الأمن الغذائي عودان من جديد إلى اليمن هذه المرة بأرقام أممية جديدة صادمة حالة وفاة لطفل يمني كل عشر دقائق وخمسمائة ألف طفل على الأقل يعانون ألم الجوع والكارثة بازديات فلنتابع مأساة إنسانية آثارها على الأجساد هنا وضع صحي لا يحتاج للتشخيص حتى فالفارق بين طفل وآخر من يقوى جسده على مقاومة الجوع لفترة أطول حفصة رضيعة ترقد هكذا منذ أيام لا تتحسن بالكاد تلتقط أنفاسها جاءت إلى المستشفى بعد أن تملكتها سكرات الجوع أمام كل عشر دقائق حالة وفاة لطفل بسبب الإهمال وسوء التغذية الحاد وتداعيتها وفق مؤسسة إنقاذ الطفل قلة حيلة تدفع بالأهالي لترك أطفالهم إلى الرمق الأخير الأطفال يعانون من سوء تغذية وتوصل مراحلهم أنهم يعجزوا عن الأعضاء حقهم تعجزوا عن العمل بشكل تام سوء التغذية عامة مرض إهمالي تقدير الأمم المتحدة جاء أيضاً بأرقام صادمة 500 ألف طفل يمني في حالة خطيرة مماثلة أزمة ليست جديدة على الحديدة تحديداً الأكثر تضروراً من انعدام الأمن الغذائي وضع كان من الممكن تخفيفه إذا مددت الهدنة الأمامية غير أن الطلبات الحوثية التي وصفها وسطاء دوليون بالتعجزية أفشلت جهود تمديد الهدنة فتفاقم الوضع الإنساني بسبب سياسات الميليشيات ازدادت الكارثة بعد أن توقفت إمدادات القمح من أوكرانيا التي كان يعتمد عليها اليمن بحوالي 40% من قمحه بحسب صندوق النقد الدولي قمح وإن توفر لا يصل منه إلا الفتات غداء السالم العربية التسعة مستمرة وفيها بعد قليل الاستراس تتعرض لهجوم حاد من معارضيها سيما من داخل حزبها أهلا بكم الجديد في أول جلسة مساءلة حكومية بعد تراجعها عن خطتها لخفض الضرائب تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية لستراس لهجوم حاد من معارضها حيث سألها زعيم حزب العمال المعارض عن ما الذي تفعله في البرلمان بعد الإطاحة بخطتها غير أن تراس فاجأت الجميع بردها أنها مقاتلة وليست استسلامية من جهة ثانية قدم نائب في حزب المحافظين اليوم رسالة لطرح الثقة بحكومة تراس فيما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية استقالتها هكذا توجهت لستراس إلى جلسة المساءلة الأسبوعية والتي ستحسم مصيرها كزعيمة للمحافظين ورئيسة للحكومة البريطانية معارضوها سواء من داخل عائلتها الحزبية أو باقي الأحزاب استعدوا بأسئلة ظنوها ستكون قاضية زعيم حزب العمال المعارض قاد الهجوم بأسئلة من العيار الثقيل تراجعت عن إلغاء المعدل الأعلى لضريبة الدخل تراجعت عن تجميد الضريبة على الشركات تراجعت عن خفض الحد الأدنى لمعدل ضريبة الدخل تراجعت عن تجميد فواتير الطاقة لعامين وعن إعفاء السياح من ضريبة الشراء خسرنا مزداقيتنا الاقتصادية وذهب صديقها وزير المالية السابق أيضا جميعهم ذهبوا فلماذا لا تزال هي هنا؟ المفاجأة كانت أيضا من العيار الثقيل فتراس لم تظهر مرتبكة أو بائسة كما توقع كثيرون استهلت كلامها بتكرار اعتذارها عن الأخطاء ثم توجهت لستارمر قائلة إنه ليس لدى حزب العمال خطة أو بديل حضرة الرئيس أنا مقاتلة ولست استسلامية لقد اتخذت إجراءات تتماشى مع المصلحة الوطنية للتأكد من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي قبل ذلك كانت طلقت جرعة دعم قوية من وزير الخارجية جيمس كليفرلي ما لست مقتنعا به إلى حد كبير أن الدخول في سباق جديد على زعامة الحزب وعلى رئاسة الحكومة سيقنع البريطانيين بأننا نفكر بهم لا بأنفسنا أو سيقنع الأسواق بأن تبقى هادئة إعلان ترس أنها سترفع مزايا الرعاية الاجتماعية بنفس نسبة التضخم قد يؤدي إلى تهدئة بعض النقمة في صفوف حزبها هل اشترت ليس ترس الوقت في المساءلة الحكومية هذه؟ ربما المؤكد أنها تعمدت الظهور كواثقة وغير منكسرة ومقاتلة شرسة ومما سيساعد الزعيمة قلق المحافظين من انتخابات عامة مبكرة ليسوا جاهزين لربحها من لندن ريمة مكتب العربية من لندن تنضم إلينا عروب عبد الحق مراسلة العربية عروب أمام تعنو الترس بالاحتفاظ بمنصبها وأمام التحضير لانقلاب عليها والمعارضة العمالية من جهة أخرى يعني كيف هي الصورة من هناك؟ يعني ربما آخر التطورات وهي استقالة وزيرة الداخلية سوالا بريفرمن من منصبها ويعني رغم حساسية موعد استقالة وزيرة الداخلية إلى أنها تأتي في خارج صياق الخلافات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا وزيرة الداخلية المستقيلة قالت بأنها تستقيل بسبب خطأ على مستوى شخصي بعد ورود معلومات أنها أرسلت معلومات حساسة عبر بريدها الإلكتروني الخاص وبالتالي فإن هذه الاستقالة ربما تأتي بموعد حساس بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية للاسترس التي تواجه ضغوطات كثيرة إلا أنه بحسب وسائل الإعلام المحلية فإنها ربما تكون فرصة للاسترس بأن تقوم ببعض التغييرات في حكومتها التي أثارت غضب واسع من قبل سواء حزب المحافظين أو من نواب البرلمان بعد الإعلان عن خطتها الاقتصادية قبل ثلاثة أسابيع والتي راح ضحيتها وكبش فداء في وقتها الذي أقيل نهاية الأسبوع الماضي عروب هناك اليوم خشية في الداخل البريطاني من العودة إلى سياسات التقشف التي اتبعت بعد أزمة العام 2008 هل هناك أي يعني كيف يقرأ الشارع اليوم كل ما يحصل بالموضوع الاقتصادي وهل من بوادر بهذا المنحة أو بهذا الصوت طبعا هناك جانبان للأزمة التي تمر بها بريطانيا هناك جانب اقتصادي ولكن هناك جانب سياسي أيضا ويبدو أن هذا الجانب السياسي هو ما يضغى على تطورات اليوم رأينا الاسترس بأنها تحاول من الممكن أن نقول إنقاذ منصبها كرئيسة وزراء من خلال بعض التغييرات التي تقوم بها والتراجعات المتكررة التي رأيناها رأيناها تعين وزير النقل السابق وزيرا للداخلية وهو من المقربين لفريق ريشي سوناك وهو الذي كان منافسها خلال صباق زعامة المحافظين وبالتالي ربما الاسترس تحاول استرضاء بعض نواب حزب المحافظين من أجل ربما توحيد صفوف حزب المحافظين الذي يبدو منقسما أكثر من أي وقت مضى رأينا ذلك أيضا من خلال خطة جيرمي هونت جيرمي هونت أيضا مقرب من ريشي سوناك يتراجع عن معظم بنود الخطة الاقتصادية التي أعلنها كواسي كوارتينغ طبعا الذي أقالته للسترس رأينا بن والس وزير الدفاع يتراجع عن التهديد بالاستقالة ورأينا طبعا كما ذكر في التقرير جيمس كلاورلي وزير الخارجية أيضا يدعم للسترس شكرا لك يا عرب عبد الحق مراسلة العربية حدثنا من لندن بعدما قدمت لقادة وضباط بريطانيين عروضا خيالية لتدريب عناصر جيشها تتجه الصين هذه المرة إلى أستراليا حيث كشفت تقارير تدولتها وسائل إعلام بريطانية أن أكثر من ثلاثين طيارا سابقا قبل عروضا تجاوزت قيمتها 240 ألف جنيه استرليني لتدريب عناصر في سلاح الجو الصيني حيث فتحت أستراليا تحقيقا فيما اعتبره وزير الدفاع تقارير مقلقة عن تعاقد الصين مع طيارين أستراليين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب طيارين الصينيين وقال متحدثهم باسم وزارة الدفاع البريطانية أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طياري قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر الجيش الصيني في المدينة المنورة غربي السعودية يدشن اليوم مشروع تطوير وتأهيل المواقع التاريخية الإسلامية في المدينة المنورة ويتضمن التتشين توقيع عقود لتطوير المواقع المستهدفة والتي تشمل عددا من المساجد التاريخية في المنطقة بالإضافة إلى مواقع أخرى تحمل بعدا تاريخيا إسلاميا كبئر غارس وقصور عروة بن زبير وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع تطويري ضخم تقوده وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن زيادة أسعار الطاقة في القرى الأوروبية أثرت على سائر قطاعات الإنتاج وخاصة قطاع النسيج المعروف باستهلاكه الكبير للكهرباء والغاز فلنتابع ترجمة نانسي قنقر أظهرت دراسة حديثة أنه بالإمكان تفادي وفاة حوالي مليون ونصف المليون شخص صنويا إذا ما عمل العالم بطريقة منصقة للموافقة بسرعة أكبر على الأدوية المضادة للسرطان كشفت صحيفة وصفة جورنال أمريكية عن تسجيل منصة الفيديو العالمية نتفليكس أرباحا فاقت التوقعات محققة إرادات أفضل مما كان مفترضا خلال الربع الثالث من العام الجاري وقد أظهرت البيانات أن صافي الربح بلغ 1.398 مليار دولار في ثلاثة أشهر الأخيرة في مقابل 607.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي وأعلنت نتفليكس أنها تمكنت من الحصول على 2.41 مليون مشترك جديد في الأشهر الثلاثة المنصرمة بينما كانت أفضل التوقعات تشير إلى الحصول على مليون مشترك فقط بالمقابل قررت شركة متا إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع تعرف بالمقالات الفورية والتي أتحتها للتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015 وأوضحت شركة متا المملوكة لمارك زوكربيرغ والتي تمتلك شركة فيسبوك أن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كافي ختم التاسعة مع العنوين جبهة خيرسون بين تأكيد روسي ونفي أوكراني وبوتين يعلن حالة الحرب في المناطق الأوكرانية التي ضمها مؤخرا القمع المميت للاحتجاجات في إيران يوسع الشرق بين طهران وأوروبا مزيد من العقوبات وتغطية على الاتفاق النووي عبر العربية بورال يعتذر عن سوء فهم تصريحاته حول حديقة أوروبا وأدغال العالم إعلام إسرائيلي يكشف عن نية فصيل من طالبان التودد إلى تل أبيب وإقامة علاقات سرية معها التاسعة انتهت لكن أخبار العربية مستمرة كما كل ليلة والآن إلى 360 مع الزميلة راوية راوية ماذا لديك؟ أهلا بكي ليال سنتحدث عن إعلام بوتين لحالة الحرب في الأقاليم الأربع التي ضمها مؤخرا وأيضا عن الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها لسترس وحكومتها فتبعك تفضي ترجمة نانسي قنقر